تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجهز أخبار الآن تواجه القوات العراقية مقاومة شرسة في بلدة العياضية شمال تل عفر آخر جيوب تنظيم داعش في شمال العراق وقال أحد الضباط إن القتال في العياضية أكثر ضراوة وأشد ثلاث مرات من معركة الموصلة هجم مسلحون محام المخلوع صالح محمد المسوري وسط العاصمة صنعاء ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة وفي هذا السياق عد أحد أنصار صالح الهجوم على المسوري نتاجا للتحريض المتواصل من الإعلام الحوثي الذي يصف كل من يعارضهم بالخونة ويهدر دماءهم وكشف عوجود قائمة تضم 42 قياديا وإعلاميا وصحفيا مؤتمريا أعدتها الجماعة لاختيالهم في الفترة المقبلة كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بأن عدد جنود الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان في الوقت الراهن أعلى بصورة ملحوظة مما تم إعلانه حتى الآن وقال مدير الأركان العامة إن هناك نحو 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان في الوقت الراهن ذكرت مصادر محلية أن مجهولين اختطفوا أعدم أربعة جنود وقتلوا مدنيا في جنوب نيجيريا وضافت المصادر أن الحادث وقع يوم الاثنين الماضي في منطقة آريكيمور في ولاية بايلسا الغنية بالنفط وقال المسؤول في إحدى الحركات المحلية إن مسلحين نصبوا كمين للجنود العائدين من دورية واعتقلوهم ثم أعدموهم حذرت بيونج يانج توكيو بأنها تخاطر بتدمير نفسها بسبب استفافها إلى جانب واشنطن وسط تزايد التوتر بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا حلق فوق اليابان وانتقدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية علاقة توكيو بالولايات المتحدة عادة أن صلة العسكرية بين الحلفاء أصبحت تشكل تهديدا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية أفادت وسائل علام في الهند اليوم بانهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في مدينة مومبي ما أدى إلى محصرة أكثر من ثلاثين شخصا في الداخل وأفادت مصادر محلية وطبية بأن ثلاثة عشر شخصا أصيبوا بجروح وكسور خطيرة وأن هناك خمسة آخرين في حالة صحية حرجة فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها إذ ما يزال عشرات الأشخاص محاصرين تحت الإنقاذ أن الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات ملوكة ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتمنى رئيس الدولة لهم في برقيات تهني أوافر الصحة والسعادة ولشعوبهم مزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة